ساعتين على حدث مهم جداً خبر إعلان نسبة الفائدة بأمريكا التوقعات لحد الآن بتشير إلى تسبيت سعر الفائدة شو تأثير هذا على البيتكوين أيضاً شو تأثيره على الدولار كل هذا رح نناقشه بالفيديو أيضاً شو هم المناطق يلي رح نضارب عليها بالنسبة للبيتكوين كل هذا رح نذكره بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أولى اجتماعات الفيدرالي بسنة 2024 الاجتماع هذا أهميته بيصير بوقت تشهد في الأسواق العالمية عمل قمة جديدة يعني إذا نشوف الناس ذاك حالياً لحنا أعلى القمة السابقة أيضاً إذا نشوف الـ SP500 أيضاً أعلى القمة السابقة وهذا أمر مهم جداً لازم نركز عليه بالتزامن مع الاجتماع صعود الأسواق العالمية هذا بضر محاربة التضخم يلي أعلن عنها الفيدرالي أيضاً مؤشر DXY بمنطقة جداً مهمة منطقة مفصلية وأيضاً البيتكوين بمنطقة حساسة جداً هل رح يكمل صعود من المنطقة الحالية أم رح نستمر بالهبوط ويكون الصعود الحالي هو الردد فعل فقط على موجة الهبوط الكبيرة هذا يلي لازم نراقبه أصدقاء اليوم يوم جداً مهم رح يحدد مسار الأسواق إن شاء الله التوقعات لحد الآن بتشير إلى تثبيت نسبة الفائدة 93% من التوقعات إنه الفيدرالي رح يسبت الفائدة وهذا أمر متسعر على الأسواق من مدة ما في شي جديد لكن يلي رح يصير شي جديد هو غيطاب الفيدرالي حالياً الأسواق متوقعة بدء تخفيض الفائدة بالشهر الثالث بالاجتماع القادم متسعر على تخفيض نسبة الفائدة هذا أمر مهم جداً لازم نركز عليه أصدقاء هل رح تتغير هاي النسبة حالياً الاجتماع الحالي هو 93% بتوقع التثبيت الشهر القادم الاجتماع القادم 60% بتوقعوا خفض نسبة الفائدة وهذا أمر مهم جداً أصدقاء هل رح نشوف هالنسبة هاي رح تتغير بعد كلام جيران باول وبعد الخطاب يلي رح يلقيه بعد أعلان نسبة الفائدة هذا يلي لازم نركز عليه هل رح تتغير هاي النسبة هل ما زالت الأسواق رح تتفائل بالشهر الثالث رح يتم خفض الفائدة ولا النسبة هاي رح تقل وراح تزيد نسبة تثبيت الفائدة ها دين يلا رح يرقب ؟ وأيضاً بشهر الخامس في عننا إحتمالية أيضاً جداً كبيرة تخفيض نسبة الفائدة للاحظ كل التوقعات حالياً بشهر خمسة رح يتم تخفيض نسبة الفائدة Darling ما بيعرف شو تأثير تخفيض الفائدة على الأسواق المالية تخفيد الفائدة يعني خروج الأموال من السندات الأمريكية وتوجهها للأسهم وتوجهها أيضاً للبيتكوين العملات الرقمية البتكوين رح يكون مستفيد بشكل كبير جداً من تخفيض الفائدة إذا شهر خمسة وشهر ستة أنا أتوقع أشهر إيجابية على البيتكوين لكن فترة الحالية فترة التصحيح بالنسبة للبيتكوين توقع أنا كان بالسابق هو زيارة مناطق 4,500 وعندها رح يكون آخر موجة للصعود من مناطق 3,500 إلى مناطق 4,700 هاي المنطقة أتوقع نوع من التصحيح من عندها منطقة 4,500 إلى 4,700 رح نشوف ونراقب الحركة كيف رح تصير بهالمنطق هاي يوم أمس ذكرنا شرط الصعود أنه يصير عندنا التصحيح ما يدخل مع مناطق 4,500 ما يصير إغلاقات أسفل هالمنطقة وهذا يلي حصل وشوفنا ارتداد حاليا المنطقتين يلي لازم نركز عليهم بشكل كبير جدا أول منطقة هي منطقة 4,600 في عندها سيولة تتصفى صفقات وعقود اللونغ أيضا منطقة 4,200 هالمنطقتين هدول لازم نركز عليهم في حال جاء البيتكوين بشكل سريع ضرب لها المنطقة وعاد بشكل قوي أعلى مناطق 4,000 أعلى الدعم واستمر بالصعود ممكن نبحث عن صفقة صعود من هالمنطقة هاي أما في حال نحن مستمرين بعقودنا يلي فاتحينا بالصفقات يلي فاتحينا بالسابق في حال البيتكوين اخترق مناطق 4,200 وسبت علىها أغلق شمعت أربع ساعات على هالمنطقة راح توقع الصعود بشكل أكتر وين الصعود ممكن يكون؟ ممكن يصير عندي صعود لمناطق 45,400 لهالمنطقة هاي تقريبا يصير عندي في هالمنطقة هاي تداول جانبي بعدها من ثم تصحيح إذن توقعتنا أصدقاء أنه البيتكوين الموجة الحالية هي موجة ضعيفة راح نبحث عن منطقة الانعكاس ومنطقة ظهور البائعين لحد الآن ما في أي تواجد للبائعين لكن راح نشوف أين طرح يظهر البائعين بمناطق الـ 44,200 اختراقها سبات عليها أمر إيجابي جدا في حال ما اخترقنا هالمنطقة هي منطقة الـ 44,200 للـ 44,500 ممكن يتفاعل عننا نموذج الرأس والكتفين الكتف الأيمن لحد الآن مازال عبيتشكل لم تأتي أي تأكيدات بعد على الكتف الأيمن لكن أي شمعة انعكاسية من هالمنطقة هاي شبيهة بالشمعة اللي شفناها بالقمة ممكن يتأكد عننا الكتف الأيمن مشان هيك حاليا مفتاح الاستقرار بالنسبة للبيتكوين هو عدم فقدام مناطق الـ 40,000 في مناطق الـ 40,000 مناطق مهمة جدا مناطق نفسية مناطق تعم لاستمرار الصعود إن شاء الله بالنسبة للدولار DXY رح نشوف بعد الخبر أثناء الخيطاب وين رح يستقر الـ DXY هل رح يستقر على مناطق الـ 104 وهذا أمر إيجابي للـ DXY ولا رح يستقر أسفل الـ 102.80 وهذا سلبي للـ DXY وسلبية الـ DXY يعني إيجابية العملات الرقمية وإيجابية الأسواق بشكل عام إذن رح نراقب هالمنطقتين منطقة الـ 102 أيضا منطقة الـ 104 102.80 منطقة مهمة جدا في حال وصل للـ DXY وارتد بشكل قوي من عندها للأسف هاي ممكن تكون إشارة إيجابية لاستهداف مناطق الـ 104 خلينا نراقب أصدقائي اللي بتمنعنا صعود لمناطق الـ 104 ثم هبوط قوي أثناء خطاب جيرنبول هيك وصلت نهاية الفيديو أتمنى لعجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر